مشاهدين الكرام أهلا بكم في النشرة الجوية وقدمها لكم من قناة النهار أو القناة إخبارية في الجزائر إذن بعد الأمطار مرتقبة ليلة اليوم على غرب البلاد سمى مغشات على المدن الوسطى والشرقية نسعي النشرة الجوية بصورة القمر الاستناعي توضح لنا أجوى مغشات جوزيا على المناطق الشمالية نسل بكم مشاهدين لتفاصيل الوضعية الجوية اليوم الثلاثة بداية بالصباح نتوقع أجوى مغشات على كل المناطق الغربية سمى قليلة الصحب بالمدن الوسطى تشكل صحب صفلة على الشرق البلاد بالجنوب أجوى مغشات على تندوف والثورة حتى بأقصى الصحراء مرتفعة الهجر والتسلي والجنوب الشرقي مع تطاير بعض الرمال محليا درجات الحرارة الدنيا للصباحة تصل بإذن الله لـ 17 درجة على الجزائر العاصمة 18 درجة على وهران تيزي وزو ومنطقة عناب 20 درجة 20 سلاح 22 درجة على أدرار إليزي وجانت 18 درجة بتندوف ومنطق وسنسجل 26 درجة على منطقة عيند الزام في ظاهرة ثلاثة نتوقع سماء غائمة على كل المدن الغربية مع بعض الأمطار أحيانا الرعدية تشهدها أغلب المناطق الغربية للوطن تتلبد السماء بالمدن الوسطى مع بعض الأمطار المتفرقة بالمدن الشرقية جوى مشمسة إلى مغشرة جسئيا بالجنوب نرتقب خلايا العادية منعزلة على منطقة سندوف حتى السورة أقصى الصحراء مرتفعة الهجر والتسلي والجنوب الشرقي مع تطاير للرمال محليا درجات الحرارة القصوى لظاهرة ثلاثة تسل إلى 25 درجة على وهران 29 درجة بالجزائر العاصمة 33 درجة بعنابة 30 درجة على تيزيوزو 38 درجة على منطقة عينسالح 37 درجة على أدرار 32 درجة بتندوف 40 درجة على إليزي وجانات 42 درجة على عينقز نصر بكم مشاهدين لحالة البحر اليوم الثلاثة سيكون قليل الإتراب على طول الشريط الساحل وفقرية ستكون مختلفة الإتجاه تسل سرعتها إلى 20 كم في الساعة قبل أن نختم ناشتنا الجوية نتجه اليوم لولاية جيجل فإن الأجوة بها يومية ثلاثة والأربعة ستكون مشمسة إلى مغشرة جسيا لكن يوم الخميس الأجوة ستكون منطرة مع درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين 16 و 19 درجة أما القصوى فما بين 22 و 28 درجة الريح فيها ستسل إلى 30 كم في الساعة أما الرطوبة فرح تسل إلى 72% كالعادة نختم هذه النشرة الجوية بالمعلومات الفلكية لشرق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين الكرام كانت هذه توقعاتنا لأحوال التقصي يوم الثلاثة والله أعلم شكرا لكم على المتابعة في أمان الله